بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس القرآن الكريم اليوم سوف نتلو آيات من سورة النمل من الآية السابعة والعشرين إلى الآية السابعة والثلاثين حسب منهج تحفيظ القرآن الكريم أولا أهداف الدرس ما هي أهداف الدرس؟ أول هدف هو طلب الأجر من الله تعالى بتلاوة الآيات فكل حرف بحسنة والحسنة بعيش الأمثالها إلى أضعاف كثيرة ثانيا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء هذا يتطلب من التركيز والنظر إلى الكلمات القرآنية والتركيز على الحرف والحركة التي على الحرف ولا نقرأ الكلمة إلا بعد النظر إلى الحرف والحركة التي عليه كذلك التأني والتمهل حتى تمكن من رؤية الحركة لأقرأ الكلمة قراءة صحيحة أيضا من الأهداف تطبيق أحكام التجويد وإن شاء الله تعالى نطبقها وكذلك التلاوة بتدبر وخشوع نسأل الله تعالى التوفيق أداب تلاوة القرآن الكريم أول أداب هو الطهرة نتوضع قبل تلاوة القرآن وكذلك الإخلاص لله تعالى فهو أعظم الأداب قبل أن أقرأ أنوي بهذه القراءة وجه الله وطلب الأجر منه عز وجل كذلك الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم أقرأ الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقرأها بسرعة أقرأها بتأني وتمهل كذلك بارك الله فيكم تحسين الصوت بالتلاوة وأيضا البسملة في أوائل السور أقرأها بسم الله الرحمن الرحيم أطلب البركة من الله وأطلب الإعانة منه سبحانه وتعالى القرآن بتدبر لنفهم كلام الله من الأداب وكذلك التسبيح عند آيات التنزيه وأيضا سؤال الله من فضله عند آيات الوعد التي فيها وعد برحمة ومغفرة وجنة أدعو الله تعالى عندها كذلك الاستعاذة بالله عند آيات الوعيد الآيات التي فيها وعد بالعذاب أو بالنار نستعيد بالله تعالى عندها ثم نكمل القراءة الآيات التي سوف نتلوها إن شاء الله تعالى تتلوها بعض الشرائح سوف نقرأ ونبين الكلمات أولا بارك الله فيكم سوف أقرأ لكم الآيات وأنتم تستمعون وتنظرون وتركزون على الحركات ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى أبيل لكم الكلمات التي نحتاج إلى بيانها ثم نقرأ سويا الآيات فكونوا معنا بارك الله فيكم أولا نقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هذه الآيات السهلة اليسيرة نقرأها ونبين الكلمات التي نحتاج إلى بيانها كلمات سهلة جدا سننظر نأتي بالضم قال سننظر أصدقت أصدقت أم كنت من الكاذبين لاحظوا الألف الصغيرة في كلمة الكاذبين هذه الألف تنطق كما هي ألف مد أيضا كلمة بكتابي أيضا الألف هنا تنطق مثل الألف العادية وهي هنا في كلمة هذا هذه الألف تتكرر عندنا كثيرا في القرآن الكريم إذا وجدناها نقرأها ألف مد مثل الألف العادية طيب من الكاذبي نذهب من الكاذبي نذهب نقرأها هكذا لا وصلنا طيب الآن نحن سنقرأها من بداية الآية ولاحظوا أنه لا يوجد همزة ولا يوجد حركة على الألف فكيف أبدأ بأي حركة بالفتحة أو بالكسرة أو بالضمة هذه همزة الوصل هذه الهمزة التي عليها هذه العلامة هذه تسمى همزة الوصل لما أريد أن أبدأ بها لابد أن أضع همزة طيب أضع همزة أولا طيب الحركة التي عليها ما هي بالفتحة أو بالضم أضع همزة وأقرأها بإيه؟ أنظر إلى الحرف الثالث أولا أضع همزة ثم أنظر إلى الحرف الثالث الحرف الأول الألف الثاني ذال الثالث اله عليه فتحة إذن أبدأ بها همزة مكسورة أقول اذهب أنظر إلى حرف الثالث إذا كان حرف الثالث عليه فتحة أبدأ بهمزة تحتها كسرة طيب لو كان الحرف الثالث عليه مثلا كسرة أيضا أبدأ بهمزة وأيضا تحتها كسرة يعني لو كان هنا عندنا فتحة أو كسرة أبدأ بهمزة مكسورة لكن لو كان عندنا ضمة هنا في حرف اله أضع همزة وأضع عليها ضمة الضم أضع عليها همزة مضمومة أما الفتحة والكسرة أضع عليها همزة مكسورة إذن أقرأها كيف اذهب بكتابي أيضا عندنا الباء هذا لاحظوا الباء يدخل في الباء الذي بعده يعني إضغام نضغم الباء في الباء اذهب بكتابي لا أقرأ باءين يعني ما أقول الباء الأولى والثاني لا اللحظة بعد اللحظة أن الباء الأولى ما عليها علامة السكون هي ساكنة أصلا لكن ما عليها علامة السكون لماذا؟ لأن يعلموننا علماء التجويد أن الباء هذه دخلت في الباء لذلك الباء الثانية عليها شدة أصبحت باءين ثنتين حرفين مشدد اذهب بكتابي يعني أنا أقرأ إيه؟ أقرأ الباء الأولى الثاني عفوا أقول اذهب بكتابي شايفنا عليها الشدة؟ علي الباء الشدة اذهب بكتابي مع بيانة الكسرة اذهب بكتابي هذا فألقه لاحظوا معي كلمة ألقها افتحتها كسرة ولا يوجد حرفيها لا نضيف حروف لا نزيد فألقه إليهم رأيتم كذلك ثم تولى عنهم لاحظوا اللهم هذه مشددة لا تضعوا فيها ألف ثم تولى عنهم إذن عندنا كلمتين فألقه إليهم ثم تولى عنهم رأيتم بارك الله فيكم نقرأ هذه الكلمات بهذه الطريقة أيضا فانظر ماذا يرجعون كلمات سهلة جدا عندنا لك كلمة أخرى كلمة الملأ يا قالت يا أيها الملأ إني طيب الملأ طيب عندي كلمة ألقي ألقي إلي ألقي إلي ألقي ننتبه لليا المفتوحة زين يقالت يقالت يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي الصلة هذه الواو الصغيرات دائما الواو الصلة تنطق في الوصل إنه من إنه من نأتي بالواو إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم لاحظوا هذه التي نبدأ بها دائما في السور القرآنية هي آية من كتاب الله هي آية من كتاب الله ونقرأها في أوائل السور دائما في استفتاح السور ويجوز أن نبدأ بهذه البسملة في أوساط السور يجوز أيضا هذا طيب كلمة تعلو ألا تعلو علي لاحظوا أيضا الياء المشددة هنا جاتنا الياء المشددة علي لما أصل علي أيضا هنا كلمة مشددة إلي لما أصل إلي إذن لابد أن أبين الشدة في مثل هذه الكلمات طيب عندنا بارك الله فيكم كلمة وَأْتُونِي وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ آيات سهلة جدا طيب عندنا التجويد عندنا بارك الله فيكم الميم المشددة نأتي بها دائما والنون المشددة نأتي بها دائما بغنة الميم والنون المشددات النون والميم المشددتين نغنها بمقدار حركتين ثُمَّ إِنِّي نأتي بالشدة والغنة طيب عندنا المدود نأتي بالمدود إذا جاءنا حرف مد بعدها همزة نمد أربع حركات يا أيها طيب الآن بقي عليكم الدور أنتم الآن دوركم أنتم في القراءة تقرؤون الآيات نركز وننتبه ونقرأ سويا لما أبدأ القراءة تقرؤون أنتم الآيات معي حتى نتعود على تطبيق هذه المهارات التي بيّنتها لكم في القراءة وكذلك حركات الكلمات ننتبه ونركز على الحركات التي على الأحرف الشدات الضمات الكسرات الفتحات نركز ونقرأ سويا نبدأ أولا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأوا الاستعاذة أحسنتم نبدأ على بركة الله قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اقرأوا معي اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ بارك الله فيكم ننتقل إلى الآيات التالية أيضا سأقرأ لكم الآيات استمعوا لها وانظروا إلى الكلمات وإلى الحركات ثم نبين الكلمات التي نحتاج إلى بيانها ثم نقرأ سويا على بركة الله الآن ننظر إلى الكلمات القرآنية ونقرأ استمعوا لهذه قراءة قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ أُلُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ بارك الله فيكم ونفع بكم ونبهكم على بعض الكلمات نركز هناك كلمة تكررت الملأ طيب عندنا كلمة أفتوني الهمزة عليها فتحة أفتوني في أمري طيب كلمة أولو لاحظوا هذه الكلمة أولو قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد كلمة أولو أولو لاحظوا لاحظوا عندنا فيه واو عليها دائرة رأيتم ماذا تعني هذه الدائرة نبهنا لكم في دروس سابقة أن الألف إذا كان عليها هذه الدائرة لا تنطق كذلك الواو إذا كان عليها هذه الدائرة أيضا لا تنطق إذن عندنا في القرآن الألف إذا كان عليها دائرة الواو إذا كان عليها دائرة تعني أن هذه الألف والواو لا تنطق في الوصل ولا في الوقف تجدون هذا الكلام لهذه الألف والواو في آخر المصحف في التنبيهات والضبط في آخر أي المصحف تجدون فيها آخر مصحف مجمع الملك فهد تجدون فيه مصحف المدينة النبوية ستجدون هذه التوجيهات وهذه التعليمات ارجعوا إليها طيب إذا ننتبه لا نقرأ الواو ولا الألف التي عليها دائرة نقرأها كيف؟ قالوا نحن ألو قوة وألو هكذا نقرأها أيضا من الكلمات كلمة سهلة هذه الكلمة أعزة وجعلوا أعزة مع المد طبعا هنا عندنا مد في الواو وبعدها همزة هل نقول لكم إذا في علامة مد حرف مد وبعدها همزة نمد أربع حركات في القرآن كله أيضا الألف الصغيرة هو آضحة جدا كلمة مرسلة ضم تنوين مرسلة ننتبه للضم طيب عندنا هذه الكلمة فناظرة بما لاحظوا عندنا الميم هنا ماذا تعني هذه الميم؟ هذه الميم تعني أن هنا حكم تجويدي هو أحسنتم القلب الذي أخذناه في التجويد الإقلاب إذا أتانا تنوين وبعده باء الحكم قلب التنوين إلى باء عفوا قلب التنوين إلى ميم ثم إخفاء هذه الميم نقرأها فناظرة بما انظروا إلي وأنا أقرأ لكم هذه الكلمة فناظرة بما فناظرة بما يرجع المرسلون نركز على الحركات بما يرجع المرسلون لابد من التأني في القراءة الآن نقرأ سويا اقرأوا معي الآيات أنتم تقرؤون ابدأوا نبدأ على بركة الله لما أقرأ تقرؤون معي مع المتابعة والنظر في المصحف في الشاشة قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين أحسنتم نكمل القراءة اقرأوا معي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا وجعلوا أعزة أهلها أذلة وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ بارك الله فيكم ننتقل إلى الآيات التالية أيضا أقرأ لكم ثم تنتبهون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ بارك الله فيكم ومنافع بكم لا لأن نقرأ الآيات فركزوا معي هذه الآية الكلمة أَتُمِدُّونَنِ لما نقف هنا عندنا بالسكون طبعا الكسرة هنا نقرأها كسرة لا نحولها إلى ياء أَتُمِدُّونَنِي بِمَال هكذا أَتُمِدُّونَنِي بِمَال فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ لاحظوا عندنا هذه الآلف الصغيرة نقرأها فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ نأتي بالميم المشددة وكذلك نأتي بالمد أيضا عندنا هذه الكلمة لاحظوا هذه الكلمة هنا عندنا ألف وصل مثل ألف اللي أخذناها في الوجه الأول ينرجع إليهم طيب كيف أبدأ هنا؟ نحن قلنا لكم ننظر إلى حرف الثالث هذه همزة وصل طيب لما أبدأ بهمزة الوصل أبدأ بها لازم أضع همزة طيب أولا أضع همزة لما أضع همزة بأي حركة أنظر إلى حرف الثالث الألف الأول الثاني الراء الثالث الجيم إذن الجيمعة تحت كسرة أضع كسرة هنا أقرأها إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ إِي بالكسر إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ أيضاً لدينا كلمة هنا لَا قِيْبَلَ لَهُمْ لَا قِيْبَلَ لاحظوا الكسر في القاف لَا قِيْبَلَ لَهُمْ أيضاً كلمة أذلة بالتنوين كلمات سهلة الآن نقرأ سوياً يقرأوا معي فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ بارك الله فيكم ونفع بكم إلى هنا وصلنا إلى اختام الدرس قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الآيات استمعوا لها ونستمع إلى المصحف المرتل أو المجود أو المعلم لنقرأ بالتجويد إلى درس جديد أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته